السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم ايها الاحباب سعداء بالتواصل المستمر معكم وانا تمنى من الله سبحانه وتعالى ان تكونوا بصحة وسلامة وعافية طبعا اتكلمنا مبارح في حلقة البث المباشر اللي ما قدرناش ان احنا نكمل اكتر من كده نتيجة العقل الفني حصل يعني خارج عن اراداتنا فابنعتذر تكلمنا معاكم ان الزلزال او الهزات الارضية اللي حصلت انبارح في مختلف الدول وعلى رأسها مصر وطبعا طلع المعهد القومي للبحوث الفلكية نفى ذلك بالرغم من شعور الكثير بهذه الهزات الارضية وارجعوا لحلقة البث المباشر بتاعت انبارح علشان نشوف اللي هما يعني قالوه زلزال حصل في القاهرة كان محسوس بصورة كبيرة وكان مركزه دومياط على بعد ربعمية وخمستاشر كيلو من دومياط الغريب ان سكان دومياط حسوا احساس خفيف بهذه الهزة لكن كان الاحساس الاكبر في القاهرة وعدة محافظات وناس في طنطة بعتولنا وناس في الفيوم يعني اماكن مختلفة الزلزال او الهزة الارضية ضربتها بعد الزلزال بتاع مصر في الفجر انا بديك الموضوع ماشيين بالتسلسل زلزال ضرب العراق حتى ان كنت على البث المباشر مع الناس وسألت اخوانا في العراق هل في زلازل فجاوبوا قالولي لا مفيش بعديها بساعتين ثلاثة زلزال ضرب العراق فجرا في ذلك التوقيت اذا الزلازل شغالة في كل مكان باستمرار والعالم الهولندي اما تكلم اتكلم وقال ان في زلازل برضو هتضرب العراق طبعا انا ليا كلام بالنسبة لموضوع العالم الهولندي وعايزين نعلم الناس ونفاهم الناس الفرق ما بين الاستفاف بتاع النجوم وربطه بحرقاته افعال البشر وما بين الاهتداء بحرقات النجوم عن طريق استفاف النجوم موضوع كده في نهاية الحلقة هنديك التفصيلة بتاعته بس خلونا نتكلم عن ظاهرة غريبة حصلت في اسكندرية حشرات غريبة تشبه الباعود بتواجه السيارات في اسكندرية مبارح زي ما بتظهر المشاهد امامنا يعني مشاهد اسراب هائلة من حشرات تشبه الباعود تهاجم السيارات في محافظة الاسكندرية شمال مصر مما ادى الى تعرض تعريض المواطنين للخطر اسناء القيادة زي ما الخبر بيظهر امامنا طبعا عايزين ننتقل لموضوع برضو او محور اخر الخطر الكبير جدا اللي العلماء بيحذروا منه البركان الخامد الهائل اللي موجود في البحر المتوسط وبيقولوا ان هو يوشك ان هو ينشط وينفجر وان الزلزال اللي حصل في الفترة الماضية خلى البركان يتعرض لنوع من انواع النشاط من جديد وبيقولوا لو ان هذا البركان انفجر فهيضمر اوروبا كلها وهيضمر منطقة الشرق الاوسط كلها كلام طبعا في منتهى الخطورة زي ما يعني الاخبار بتتكلم وبيظهر الخبر هل يستيقظ وحش البحر المتوسط نقلا عن العربية طبعا كلها تحذيرات خطيرة بتتكلم عن زلازل وبراكين ايات كونية ايها الاحباب لا تتوقف نظر ربانية متواصلة طبعا الخبر بتاع البركان دوت نقلا عن جريدة او صحيفة روسية باسمها برافضة وبتتكلم بتقول ان الخطر يعني بيهدد المنطقة بقوة الباحث الهولندي اتكلم ان فيه اخطار وقال للناس اول مارس او اول اسبوع من مارس بالتحديد فيه اخطار كبيرة جدا وزلازل كبيرة جدا قادمة على المنطقة طبعا هذا الرجل الباحث اتكلم اكتر من مرة فيه توقعات وتحققت احنا يعني احنا مش معاه احنا بننقل ليك الشيء حصل هو تكلم عن زلزال تركيا وسوريا وحدث وتكلم عن زلزال او دول مرشحة للزلازل وحصل فيها يعني التوقعات او ما نقولش بقى التوقعات نقول الكلام اللي هو بناه على اساس علمي طالع هذا الباحث فيه تغريدة جديدة يعني مرعبة بيقول ايه للناس بيقول لهم استعدوا جيدا اول مارس نقلا عن العربية نت تغريدة مرعبة لعالم الزلازل الهولندي الشهير طبعا الناس برا بيقولوا عليه عالم الزلازل لكن في مصر المعهد القومي البحوث الفلكية بيقول علي ان هو اللي مش عالم ولا اي حاجة وان هو راجل منجم طبعا احنا بنأكد وبنقول ان التنجيم ايه هو التنجيم بقى التنجيم ايها الاحباب هو ربط ربط حرقات النجوم بافعال العباد ده تعريف بسيط بيبين ليك ما هو التنجيم يعني زي ايه مثلا زي انت والنجوم اللي كنا بنجيها في القرائد زمان حظك اليوم انت برج ايه انت برج الجوزاء ما تنزلش من ايه من بيتكو ما يحصل لك هذا هو التنجيم المنهي عنه ولكن لا بد ان يعرف الجميع ان حركة النجوم هداية وبالندم هم يهتدون يعني النجوم اصلا وظيفة النجوم الهداية وظيفة النجوم ان هي تعرف الناس الحركات المد والجزر والامور الفلكية فهذا العلم ايها الاحباب علم جائز ومباح شرعا باتفاق العلماء ايه المنهي عنه بعيد وقرر تاني المنهي عنه ربط حركات النجوم بافعال العباد هو ده اللي ورد عنه النهي الشرعي وعايزين كلنا نتأمل قول الله سبحانه وتعالى فلا اقسم بمواقع النجوم يعني ايه مواقع النجوم مواقع ايه ليه الله سبحانه وتعالى اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم لأن مواقع النجوم لها دور في حرقات الاهتداء بحرقات المد والجزر والحرقات بتاعة الجو وعلوم الفلك المباحة علم الفلك في الأصل هو مباح وعلم التنجيم ربط النجوم بحرقات وأفعال الناس هو ده اللي منهي عنه يعني لازم لأن فيه ناس بتكتب تعليقات من غير الردراية ولا علم مش فاهمين الموضوع ماشي إزاي فما يطلع مثلا أي حد يتكلم يقول استفاف النجوم طيب استفاف النجوم يقول أن النجوم يترطب على استفافها مثلا زلازل ولا بركين أو أي حاجة من هذا القبيل نقول له إيه نقول له في ذلك التوقيت هو اكتهاد منك لا يعدو سوى اكتهاد علمي يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ ولا نبني حكما يقينيا شرعيا على كلامه لأن كلامه يعني اكتهاد يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ اللي أنا عايز أقوله لكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الكسرة الزلازل اللي احنا شايفينها والبراكين المرشحة أن هي تصور وتعمل قوة تدميرية هائلة يتماشى مع أشهر رواية بتتكلم أن هناك مرحلة في عمر الزمان هيهلك فيها سلس ويموت سلس ويبقى سلس طبعا اتكلمنا قبل كده وقلنا أن الثلث ثلاثة السلس الأول يموت بالموت الأحمر اللي هو القتل الدم يعني الحروب وما شابه هذلك والسلس الثاني يموت بالموت الأبيض اللي هو زي الطاعون زي الأمراض زي الأوبئة يجب أن نتمسك بكتاب الله وأن نعلن توبة جماعية وأن نعود إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأثناء لأن ده هو طوق النداء لأن الكوارث اللي شغالة الناس عايزة تبينها أن هي طبيعية وهي ليست طبيعية والآيات ربنا بيرسلها علشان يتذكر الناس ويعودوا إلى الله لكن فكرة أن أنت تقول أن الآيات غير موجودة تقول مثلا أن ديت أمور طبيعية تقول أنت ما أنه أنه ما فيش أي حاجة وكلام تسمعه غريب جدا يعني أنا معلش هتقول عليكم دقتين تلاتة كمان علشان أقول لكم أن فيه داعية مشهور وده اللي البست قطع مبارح عليه وأنا بقول الكلمتين دول أكمل يعني الكلمتين دول وأقول أن فيه داعية مشهور جدا من مصر أو من مصر خرج وقال نحن ما زلنا في فتنة الأحلاس فطبعا كلامه كلام غريب وكلام يعني غير علمي بالمرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن مراحل الحكم وبيّن مراحل الفتن التي تحدث للأمة من بعده من بعد وفاته إلى يوم القيامة تمام فهل تكلم النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن فتنة الصراء وفتنة الأحلاس وفتنة الدهيماء هل تكلم النبي وقال ركز أو معاه في الكلام دوت هل قال النبي أن هذه الفتن الثلاثة ستكون في آخر الزمان يعني في حديث بيقول إن الثلاثة فتن دول في آخر الزمان الإجابة لا الإجابة لا بل قال النبي عليه الصلاة والسلام بأحاديث واضحة إن هذه الفتن هتبدأ في الأمة من بعد وفات رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولا يعني بدأت الفتن بفتنة الأحلاس بعد يعني بالتحديد من مقتل عثمان ابن عفان بدأت هذه الفتن فتنة الأحلاس مرورا بفتنة الصراء والآن نحن في فتنة الدهيماء ده الترتيب السليم طيب الناس اللي بتتكلم بتقول ما زلنا في فتنة الصراء والكلام الغريب دوت يعني الأمة الإسلامية بقالها ألف ربعمية أربعة واربعين سنة في فتنة واحدة يعني إحنا أصدنا دلوقتي ألف سنة كمان إذا كانت فتنة واحدة أعدت ألف ربعمية أربعة واربعين سنة فكلام لا يستقيم أصلا وهل النبي قال عليه الصلاة والسلام أن هذه الفتن في آخر الزمان لم يقل ذلك هي فتن موزعة على عمر الأمة الإسلامية من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحديد من بعد مقتل عثمان ابن عفان حتى قيام الساعة حتى تظهر الفتنة الرابعة ألا وهي فتنة الدجال بعد فتنة الدهيماء فتنة الدجال من اللي عمل التقسيمات دي الرسول عليه الصلاة والسلام فطبعا ده كان رد سريع جدا على الناس اللي متأخرة عشرين تلاتين سنة وعايزين يأخروا الأمة ويبعدوها عن الأحداث اللي شغالة وأنا حريص على وقت الحلقة مش عايز أطول عليكم لا تنسونا من صالح الدعاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته السلام عليكم